بسم الله الرحمن الرحيم مع كان زين عظيم جداً من كنوز السنة كثير من الناس يشتاكي لي يقول لي أنا أحفظ وانسة بحفظ القرآن وليس أحفظ وبعض الناس بيعندوا سوق حفظ وضعف في الزاكرة شديد أنا كنت اقترحتها لحضراتكم قبل كده سنة عظيمة بس هي فيها بعض مشقة دعاء حفظ القرآن وطاضي النسيان أنا كنت بتصلي أربع رقعات في كل ليلة جمعة مدة خمس، ثلاث أو خمس أو سبع أسابيع بتصلي أربع رقعات بتقرأ في الأربع رقعات دول كل واحدة منهم بتقرأ سورة ياسين وصورة السجدة وصورة الملك وصورة الدخان وبعدها بتقول دعاء طويل هي فيها بعض المشقر وبعض بعض الناس بتقدرش فحرحتكم النهار ده سنة أيسر وصوابها عظيم جداً تقاوي الحفظ وتقاوي الزاكرة وتجعلك لا تنسى القرآن لغير نصوابها العظيمة قراءة عشر آيات من سورة البقرة عشر آيات كل ليلة عندما تخش في السرير بتقرأ عشر آيات من سورة البقرة أول أربع آيات بعدين آية الكرسي وآيتين بعدها بعدين آخر ثلاث آيات طبعاً في كل ليلة البقرة أقول بقرة أقول لا خلاص ولكن قلت رحضر لكم قبل كده الفضاء العظيمة لقراءة سورة البقرة كل ليلة قلت رحضر لكم لو بنا بالبسك تاج عظيم في الجنة اسمه تاج الوقار الجوهارة فيه أو الماسة فيه تطمس نور الشمس يعني نورها أقوم كثير من نور الشمس قلت رحضر لكم الرؤية عن رسول صلى الله عليه وسلم يعني بقرع سورة البقرة له أجر مرابط في سبيل الله سنة له أجر مرابط في سبيل الله سنة كاملة ولكن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لله رباط يومي في سبيل الله خير من شهر يصال نهاره ويقام ليله ويوم بس 355 يوم في السنة الهجرية ولو أنت وزدت على كده كل يوم مش كده فقط الرسول قال ايه رباط يومي في سبيل الله أفضل من شهر ويصال نهاره ويقام ليله وإن مات على ذلك جرى عليه عمله إليه من القيامة يعني عملك ما انقطعش إذن لو طريت صوت البقرة وكاملة كل الليلة هتاخد كل يوم أجر مرابط في سبيل الله وده لا تقدر بحسنات ولو مدت على كده يبقى هتفضل عملك شغالة غاية ومليام كل حسانات التعملة في الدنيا تكتب لأجزام طبعا ده صواب عظيم جدا بس مش كل الناس تقرى تقرى البقرة طبعا غير المراقبة العظيمة طرد الشيطان مش كل الناس تقرى بتعمل كده فالبديل انك تقرى عشر ايات لما يقول لحاداتكم عليهم دول برضا تحصل صواب عظيم اية الكرسي لو قرأت قبل ما يتنام انا قلت لحاداتكم قبل كده اه لو وصبت على كده رؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم لك اجل شهيد يعني الواحد اللي وصب على قراءة اية الكرسي قبل ما ينام ورؤية عن النبي صلى الله عليه وسلم ان لك بكل حرف فيها يخلق الله تعالى لك ملكا يستغفر لك اليوم من القيامة ويبقى تستغفره في ميزانك دولتا قبل ما اتنام وبعدين يوكل الله لك حارسا او ملكا يحرسك طوال الليل ولا اقربه كشيطان كل ده من المنقب العظيم طبعا خواتيم سورته بقرة معروفة من هنا ربير صلى الله عليه وسلم من كنزة تحت العرش لا تقدر بحسنات يعني وتسوي القيام للا بحالها ورؤية ايضا اللي بيقرأ آية الكرسي وخواتيم سورته بقرة في مصيبة ربنا يجيسوا ويساعدوا وينقذوا يبقى اذا يبقى انت ستحصل منقبة عظيمة جدا كثيرة عبدالله بن عسود قال لي اللي يقرأ آخر ثلاث ايات من سورة البقرة كل ليلة فقط اكثر يعني اكثر من السواب والعلماء قالوا مرسول انا في سؤال عليه الصلاة والسلام من قرأ اخواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاة كفتاة اي شيء وفي رواية كفتاة كلام الليل يعني في حديث عن عبدالله بن عمر ان اخر ايتين او اخر ثلاث ايات لو انت عارتهم مراتين في ليلة كفتاة قيام الليل يعني بتعادل قيام الليلة بحالة كل ده انا قلتوا بكده لكن المنقبة الجديدة بقى ان العشرة ايات دول يقوي الحفظ يقوي الزاكرة ويخلوك ما تنساش القرآن ويعالجوا سوق الحفظ وسوق الزاكرة فكسيم الناس بيعاني من هذا يبقى قراءة اول يبقى ان يدرش يقرأ البهرة كل ليلة يبقى العقال يقرأ العشرة ايات اذا كان بيحفظ القرآن او ختم القرآن بس حفظه ضعيف بوينسا او اذا كان عنده ضعف في الزاكرة وسوقه في الحفظ يبقى ده سنة عظيمة يقوي بها الحفظ ويطرد بها النساء انا اتمنى لكم الكلام ده في الوصف انسوا هذا الكلام اقولوا قول هذا